موسيقى هكا العام استاذنا في الصادقية الله يرحمه الشيخ سيدة حميدة النيفر بوش شيخ سيدة البشير وشيخ سيدة إبراهيم حكايلنا حكاية عايشة راجل اشني يا عايشة راجل المرأة اللي يقولوا مسترجلة إنسان ماهم يبدوا في الدار هي ما تقعدش في الدار كيف هكا الجريدية اللي كانت تدور في تونس اليوم يجي ثلاثة ولا ربع سنين برك ما حدش نشوفها يمكن ماتت كانت تبدأ تدور في الشارع لابسة قبقاب وجبة وفوطة بلاسف ساري تبدأ تميل وتستعد الكينها في الدار تمشي لديار لكابر الكل هو هاي في دار سيفلان هاي في دار سيفلتان تعرف كل واحد أشكونوا أبوه وشكونوا أخوه وولد عمه وولد خالته توقفوا في الشارع تنجدوا على أمه وش صابت نفسها ومرته ولدتش وأخته تحلش مكتوبها تقعد في القهوة كيف الرجالة تركب في الترامفايب ليش والخلاصة ما يكلموهاش وإذا واحد جديد ما يعرفهاش بعطلها البوليسية البوليسي يقول له عند هذيك تخلصه هذه زادة كيف ما كانت عيشة راجلة اللي حكاية عليها الشيخ الله يرحمه كيف ما كانت اليوم يجيه ثلاثة سنين في نفيضة أمك سالمة الهمامية تبدأ قاعدة في قهوة للجريان هي والرجال تحكي وتاخذ كلمة وتعطي كلمة وكيف شيروبة في جمال اللي تبدأ تدور في الشارع وتقعد في القهوة مع الرجال وتتكلم يا سر دي مالسانة خداء حتى هكي العام واحد عنا مذيع في كل نشرة أخبار يمد وجوه يتكلم في جمال سماوه شيروبة نرجع لعايشة راجل قلنا نهار الكله هي في الشارع ومن قهوة للقهوة وكذلك في الليل تأسر في القهوة هذي كيف ما يقوله في تقريب كاية أزمان حمودة باشا لقهاوة زمانتها يبدأ ثمى الفداوي يحكي في قصة راس الغول ولا في العندرية وعقاب الليل يقوم يروح وثمان يزيدوا يساروا كانت هي تأسر في شوكة حمام الرميمي في قهوة سيدانا ليلة من ليالي الفداوي حكي حكاية مرعبة جنود وغويل وهويل وخوف وعفارت بعد ما مشي على روحه قاعدوا الجماعة يتفكروا في اللي كان يحكي فيه وهذا شي يقول وهذا شي يقول وواحد مفجوع وواحد خايف وواحد قال انا ما نخافش قالت امك عايشة راجلة بربي اشنوها لي في الدنيا ذايا خوف انا مريتش قالوا لها عجيب عمرك ما خفت من حاج انت يا قالت عمري ما خفت من شي هذا صدق هذا كذب حتى قالوا نخاطرها قالت حاضر باش اشنوها داو يفركسوا عليش مشي خاطرها حتى قال واحد الخربة الليلة بيتين فاها ستة اشنوها هذي الخربة كانت زمانتها المشنقة منصوبة في باب السويقة يوشنقوا الواحد قدام الناس ويخليوه معلق كيف تعاشي العشية يهبطوه ويحطوه في معصر اقديمة يمكن تثبت حتى على زمان الرماء خاربة ما يعرفوش حتى شكون موالها وين توه هاك الاحوانت متاع نجارة ايا يا سيدي فين قهوة البوسطة هاك الخربة ما زال فيها باء يحلوا الببيب يدخلوا هاك المشنوق يردوا عليه الباب ببيته ثميكا وانغدوكا يجيوه الزهو يدفنوه قعد واحد قال الليلة ثم ستة بيتين في الخربة معناها ستة تشنقوا نهارتها وفي المغرب هبطوهم وحطوهم في الخربة حتى الغدواء ايقالها تمشي لهما قالت نمشي تحل الباب تدخل تاقف عليهم وترجع قالت اين عم قالوا تي ماك تكذب انتي تنجمها قال جربوني قالوا يمكن تحل الباب وتاقف وراهو ومنها تخرج تجري وتقول دخلت ووقفت عليهم قالت لا لا ندخل عليهم قالوا لكن شنية لا مهر اللي انتي دخلت عليهم قال تعطيوني حاجة نحطها بحدها قال واحد ماكتر ميها من بعيد وتهرأ قالت ما لاش نعمله منها واحد تلعب فكرة قالها انطيبوا طنجرة تحسو تدخل انتي بهك التنجرة في يدك وكل واحد من هاك الموتة تحلو فمو وتحط له مغرفة تحسو مويس خايلة صعب عليها ياسرة وهذي شكون يقدر عليها في هاك الظلمة واحد مشنوق مش هتا ميت ميت تربي راهي لعبابة تديرة بيه وبش تقرب له زادة وتحلو فمو وتحط له مغرفة تحسو هذي عمرها ما تتصور في العقل لكن هي قالت نمشي قالوا يا لحسو ما له هي دارها قريبة قالت استنى ونيربع ساعة نحر والترفح سوء يخش نوى بوه هو وقامت ومشيت وقعدوا هما زعمت خاف بالك مشت لدارها تو تغم على راسها وترقد وتنفخنا قال واحد لا لا قال بها قوي هذي عزوزة تجهنم لازم توجيه واحد منهم مكسر اذني واحد بايع براسه معناها ما يعرفش الخوف كيف انه هو دارها شيلة وميلة قال انا الليلة الا ما نعمل لها عملة تتنسخ في الكتب والراجل لحقيقة راسه صحيح وما يخافش قال لهم انا بش نمشي قبلها نقعت في وسط الموتة وقتل يتجي نقوم له نفجحها وقام مشى دز الباب تخلى الخربة مشى للبيت اللي فاها الموتة ممدودين جا في وسطهم وتمد بعد حصة خلطت هي في يدها قفة فيها طنجرة بالحسو ومغرفة ايقلت لهم هاني ماشيا كل واحد انحط المغرفة حسو في فمه وغضوة صباح يمشي وقلبه كان نقيته فامهم فارغين ربحته وكان كل واحد فمه مليان بالحسو وراس الجاه ما نكمل انهاري الى بتقريتة جديدة على راسي ما وعلى خاطرهم خاطرينها بتقريتة يشريوها لها وقامت دوغة دوغة وهما في جرتها من بعيد دازت باب المعصرة دخلت وفي نار في يدها طوهولها خاطر زمانتها لثم وظا وفي النهجات لا شي وحتى وقت اللي تدخل ظلمة حتى الموتة ما تشوفهمش البيت اللي يحطوا فيه الموتة وقتها شكون ما يعرفهاش مشى تلها مقابلة وهي تتكلم وحدها وتتكمر وين هم هالعياق وليداتي لو كان ما عملتوا راهو ما يجرى لكم هكا لوهم وصلين انفسكم حتى رسات لكم بالماشنقة والشهة والفضيحة يا رب اللطف وجات للولاني حطت الطنجرة بحذاها والفنار عند راسه جد باش تحلوا فمه لقات سنيهم كالزين هو الميتة فمه يتحلى قالت حتى انا زاد نسيت للميت فمه ما يتحلش على كل حال كل واحد نحله شفيفه ونصبره مغرفة ما كانش التقريطة والله ما نشوفها وعبات مغرفة وصبت هالو ونقلت للثاني هي تبس التعليه وخينا الممدود في الوسط هزرس وقال لهوانا دوات هيك الكلمة هذيك فردلام والمعصرة فارغة وصدام تحا قوي والليل سماع هو يسخيله بشتتفجع وطيح ما في عينها بل يا خينا تفجعت لشي قالت له استنى حتى يجي طريقك ما تعرفش تصبر اللطف يا ربي هيك زربة متعك وصلتك للمشنقة وحطت مغرفة للثاني والثالث والرابع والسادس والسابع قالت أه هما قالوا لي ستة تيهاهم سبعة آية كملت وخرجت تلقات الجماعة واقفين تحت الحيط كيف شافوها تفجعوا قالت لهم سبعة راهم مش ستة يغشاشين كيفاش يعيش قالت وجه سبعة 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 تلقات لك التقرية تربحتها غدوة تكون عندك لكن وين وفلان شبيه مخرجش قالت أما فلان قالوا لها السابع قالت بربي تتدك وميت مزال بشي خرجي لكم قالوا يندرائش وقعلوا وذيق آيا ندخلوا نشوف وي دخلوا بفنارهم يلقاوهم سبعة ممدودين وصاحبهم في الوسط العينين محلولا مزغزغا والوجه صفر وجه ميتة طبسوا عليه مسوه لقاوه بارد سكة ميت كان بش يفجحها يا أخي كيف قال لها وين هو قتل وصبر تفجع هو وشق شاقة وحدها طلع تروحوا اشتركوا في القناة